بسم الله نبدأ. وعلى طاعته ان شاء الله ونجتمعنا. ابنائي طلاب الصف الاولي السنوي. نلتقي النهاردة ان شاء الله مع حصة جديدة. مع شركتنا الفيزياء وان شاء الله النهاردة في استكمال لمعادلات الحركة. احنا الحصة اللي فاتت. كنا خدنا مقدمة كده عن معادلات الحركة. تعالنا نتذكر بس بصرعة. بعض الحاجات صغيرة. يوم اثنين عشان النهاردة ان شاء الله تطبيقات. فتذكر يكون سريع شوية. ونديوهاتها اطول لحل اسئلة. طيب مع بعض كده الاول. احنا كنا اتعرفنا ان الحركة بكبدأ. ايوان. تشمل سرعة ابتدائية. سرعة ابتدائية الجسم بيتحرك. من نقطة بداية الى نقطة نهاية. فبيطع ازاحة خلال زمن تحت تأثير عجلة للوصول الى السرعة نهائية. ازن اجزاء الحركة عندنا كانت خمس اجزاء او خمس عناصر رئيسية اللي هي. الفينيشيل. اه يبقى السرعة التدائية السرعة نهائية العجلة بالزمن الازاحة. طيب. مع بعض كده نعرف طوانين. الحركة. كده مع بعض الاول. السرعة المتوسطة كنا بنقول. ان البي افريج او البي داش. بتساوي في اف زايد في اي على اثنين. او الدي على تي. واللي قلنا ان احنا هنساوي العلاقة دي. ان الدي على تي بتساوي في اف زايد في اي على اثنين. وانا فكرة يا شباب. انت لو جررت. فكر في الموضوع نهت. اه الموضوع فعلا هتلاقي. معدارة الحركة. والقوانين. مرتبطة ببعض وبيسلموا البعض. والموضوع بيبقى سهل جدا. طيب. تعال كده. قوانين العجلة. كنا بنفسكرها كده بسرعة مع بعض. دلتا في على دلتا تي. والاي بتساوي. ما انا ممكن اقول الدلتا في. هي البي اف ناص في اي. والدلتا تي برضو. هي التي اف ناص في اي. ولكن انا بقى انا هنا. ممكن اقول. ان الاي بتساوي البي اف ناص في اي على تي. اللي هي. احنا بناخدها من منطلق ان المسألة اللفظية دايما بيديني التغير في الزمن. او بيديني الزمن بشيء بصفة مباشرة. طيب. نتذكر بقى معادلات الحركة مع بعض. احنا كانت عندنا معادلة الحركة الاولى اللي كان بتقول ايه. ان البي اف بتساوي البي اي زائد اي تي. وممكن تبقى البي اف ناص في اي بتساوي البي اي تي. او ممكن ناخدها من قانون العجلة التقليدي. اللي هي الاي بتساوي البي اف زائد في اي. نقص V-I على T. معادلة الحركة التانية. رياضيا كانت الدية بتساوي V-I-T زياد نصف A-T تربيع. ومعادلة الحركة التالتة اللي هي V-F تربيع بتساوي V-I تربيع زي اتنين A-D. او V-F تربيع نقص V-I تربيع بتساوي اتنين A-D. طيب المعادلة التانية كان لها علاقة بيانية. وكنا بنقول ان من العلاقة البيانية نقدر نعمل ايه? ايوة ان دي بتساوي المساحة تحت منحنة السرعة زمن. لا دي مش سابق يا شباب دي يعني اقصد ان هي المنحنة في العلاقة بين السرعة والزمن هي الديني الازاحة. مساحة وده ان شاء الله هاد اخونا عليها نسلاك كيف يوم النهاردة? عشان ندرس معادلات الحركة الصح لازم او ندرس العلاقات الرياضية كلها بصفة عامة. لازم مع بعض كده تكون متأكدين من العلاقات البيانية. طبعا احنا كده عمدنا فيه سرعة منتظمة اللي هي بتمثل بخط مستقيم يا اه بين الدي والتي بين الازاحة والزمن بحيس ان ميلو يساوي السرعة. وكده عندنا السرعة السرعة المنتظمة معناها انها عجلة صفرية. يبقى ممكن لو جاب لي عجلة صفرية على فكرة يا شباب احنا هنا لو غيرنا الفي وخلينها دي هتبقى السرعة صفرية اللي هي الجسم ايه? جسم السكن. طيب يلا كده مع بعض. السرعة البير المنتظمة بقى كنا بنمثلها ازاي؟ كنا بنمثلها من خلال منحنة يا مصدر. منحنة ميل. ممكن اخد ميل الخط المستقيم بالنقطة اللي هو هيمثل السرعة اللحظية. طيب اه سرعة متوسطة ايسف. اما ميل المنحنة بالنقطة البداية لنقطة النهية اللي هو يمثل عندنا السرعة ايه? اللحظية. يبقى انا هنا. بالخلال معرفتي. بالسرعة بالمنحنة الخاص بالسرعة غير المنتظمة. اقدر اجيب السرعة المتوسطة. وادر اجيب السرعة اللحظة. طيب هنا. العجلة بقى اه هي دي المشكلة واللي احيان كتيرة جدا بنوع فيها. طب اي رأيك بقى? انا عايز اتكلم معك فيها شوية. العجلة اولد. بص كده للعلاقة. دي عجلة منتظمة. تمام? ملها بتساوي. دي عالتي. طيب. وعندي ممكن اشوف الشكل ده. هلأ يا عجلة منتظمة. اللي هو ملو بتساوي. رفو عليه. اللي هو برضو. هنا المل بيساوي صفل. لان العجلة هتغير بمرور الزمن. طب طالما العجلة هتغير بمرور الزمن يبقى مقدارها ايه? مقدار سابت. ولكن تعال بقى نشوف العلاقات. العجلة غير منتظمة كانت منحنة. وخد بالك. هنا مل المنحنة في اي لحظة بيساوي العجلة. ما يسمى بالعجلة ايه? اللحظية. وقلنا احنا مش هنتعامل بالعجلة غير منتظمة. ولكن دايما بنتعامل مع العجلة من خلال ايه? بتتعامل مع العجلة من خلال. تقسيم السرعة الى اجزاء تشمل عجلة. عجلة منتظمة في كل جزء. طيب اه ولادي بقى هنا. العجلة المتاجة اللي هي العجلة المنتظمة اللي هي. بيكون تلات حالات. عجلة صفرية. عجلة في اتجاه الحركة. عجلة في عكس اتجاه الحركة. وانا قلتلك. احنا بيحكمني مش اتجاه ما بيحكمنيش هنا. شكل الحركة بالضبط قد ما بيحكمني اتجاه الحركة. ما بيحكمنيش اشارة العجلة قد ما بيحكمني علاقتها باشارة الحركة. ازاي مستر الكلام ده? احنا من اعدادي واحنا عارفين ان العجلة التزايدية. لا اه اه معلش. قد يكون عشان انت في اعدادي كنت تتعامل معه سرعة قياسية بس. ولكن هنا. بص كده للشكل ده. بصوا كده اولاد. انا اه طبعا مباحتزين ده. السرعة يا شباب هنا. قد يكون السرعة للنداء عادة مجرد تذكرة. ولكن. اللي يهمني كان اكتر في اليميني هنا النهاردة في الوقت. انها اخد معاك اكبر عدد من المسايا الممكن. طيب. بص كده. العجلة لو في نفس اتجاه السرعة. هنا عجلة مجابة والسرعة مجابة. اذا في الحالة دي هتعمل على زيادة السرعة. طيب هنا عجلة مجابة. مخب من المستقيم مجابة. يعني انا لو خدت هنا ظل الزاوية مع نفقي. هيديني اشرة مجابة. بس مع عجلة مجابة مع سرعة سالبة. اذا العجلة في عكس تيها السرعة. يبقى هنا يا اولاد. صحصح لي اوي 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 ايه هنصح في ايه يا مستر? هنا لو العجلة والسرعة في لهم نفس الاشارة. اذا حضرتك هتقول لي يا مستر والله الاتنين اللي هم نفس الاشارة. يبقى انا معاك ان الاتنين. آآ نتعامل معهم على ان هم. آآ انها بتاعمل على زيادة السرعة. طب لو العجلة مجابة والسرعة سالبة. او العجلة سالبة والسرعة مجابة. لأ حضرتك كده بتقول لنا. لأ تعاملوا مع السرعة في الحالة دي. ان احنا آآ ان العجلة هتعمل على نقص السرعة. ودي هنشوفها في حالات كتير ان شاء الله. وانا هحاول على قدر استطاعتي كده. ان احنا آآ يعني نظهرها مع بعض في اكتر من حاجة. كما اين اولاد. نقول تاني. نقول تاني معلش. نقول تاني معلش. اذا كانت العجلة هي لها نفسي اشارة السرعة. يبقى العجلة في الحالة دي هتعمل على زيادة السرعة. طب لو العجلة. عكس اشارة السرعة. هتعمل على نقص السرعة. حتى لو كانت اشارة العجلة نفسها ايه? مجابة. يعني بص كده للشكل ده. العجلة هنا. العجلة هنا نفس اتجاه السرعة. العجلة مجابة والسرعة مجابة. بتزيد السرعة. العجلة مجابة. السرعة سالبة. هتقل لي السرعة. طب بصي للشكل الثاني عجلة سالبة ايه ده بس السرعة مجابة يبقى هتقل السرعة عجلة سالبة بس السرعة في الاتجاه السالب موهرة يا شباب احنا اتفاد ان الكميات المتجهة الكميات المتجهة الاشارة بتاعتها في الاصل هي اشارة ايه تحديد اتجاه وليس مقدار طيب اذا كانت العجلة صفرية هتبقى الدي وايه والتي والعجلة في الحالة دي هتبقى عجلة ايه صفرية اللي هتتغير بتغير الزرق طيب اه ولادي انا هنا بستفيد من العلاقات البيانية في ايه هستفيد من العلاقات البيانية دايما ان احنا بنقدر نجيب الميل ايه هو الميل يا مستر الميل دايما هو ظل الزاوية زا تان فرق الصلاة على فرق السينات ظل الزاوية اللي بيصنعها مع الافقي وبالتالي هنا حضرتك الميل الاكبر ليه دلالة ان الكمية بتكون اكبر يعني تاني تاني كده ولاد الميل الاكبر يعني هنا مسلا بين الدي والتي بين الدي والتي اه في اتنين في سبا واحد لبس احمر والتاني لبس اخضر مين الاسرع على طول بمجرد النظر كده الاحمر هو الاسرع يا مستر ليه لان الاحمر سرعته هي الاكبر نتيجة ليه رابو عليك الاحمر سرعته هي الاكبر يا مستر نتيجة لان ظل الزاوية بتاع اللي هو بيصنعها المنحنة بتاعه هو ايه الاحبر يبقى كلما زاد الميل زادة دلالة المنحنة ده طبعا هيفيدنا كتير اوي ان شاء الله في حل المثال وطبعا هنا معلش يا شباب كاني اه اولادنا اللي بيتكلموا عن سرعة الجزء الاول ان احنا بنكلم ان احنا بنشرح بسرعة المقصود بي ان انا اظهر لك بسرعة الافكار الاساسية وبعدين ندخل بقى في حل طيب هنا تعالى نمثل بيانيا معادلات الحركة معادلة الحركة الاولى اللي هي البي اف بتساوي البي اي زايد اي تي طيب اه مستر اه ديها تفيدنا بايه حضرتك لو افترضت ان البي انشيا اللي هي السرعة الاتدائية ايه اللي هو الجسم بتحرك بسرعة عادية اللي هو بيبدأ من الصفر غالبا يبقى البي اي بتساوي صفر وبالتالي البي اف بتساوي الاف التي وبالتالي هنا هقدر اسمها بالشكل ده مسلا طب ايه رأيك مستر هو لازم تبقى البي اي بتساوي صفر ده انا هنا لو افترضنا انها بتساوي صفر لكن ممكن لو البي اي ما بتساويش صفر ما هنا هابدأ من الصفر يا اخوان وهيبقى اباطع المحور الرأسي عند البي اي طيب يبقى هنا ولادنا المحترمين الناس المحترمة اللي على ابنائنا اه ركز اوي العلاقة هنا بين ايوان دلتا بي على دلتا تي خلاص ما هي ايه ماشا مستر ايدي بقى لو البي اي ما بتساويش صفر ايدي خالص يبقى البي اف ناص بي اي اللي هي الدلتا بي على التي ولو مش بدء من الزمن صفري ايه يعني النهائي ناص اللي بتدقي طيب تعالى نرسم معادلة الحركة التانية معادلة الحركة التانية الدي بتساوي البي اي تي زائد نص اي تي تربيع ركز كده لو افتلطت ان انا عندي البي اي بصفر يبقى المعادلة هتبقى شكلها ايه تبقى الدي نص اي تي تربيع كده اقدر ارسم ايه ارسم علاقة ممكن يا مستر لو هنقول مقسوم بين الدي والتي تربيع تقصد برافو عليك دي وتي تربيع هنا لو انا بدء من البي اي بتساوي صفر او بين بداية الازاح ايه ده يبقى الدي على التي تربيع ايه ده انا بتساوي نص ايه نص العجلة وبسهل جدا ودي ايه ايه لما ناخد صوت حر ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نستخدم المعادلة دي كتير طب هنا لو انا مش بارئ من ازاحة صفرية ايه ده عادي يا مستر اللي يبقى ادي افناص دي اي على التي تربيع بتساوي النص ايه هالموضوع يا جماعة بنلاه عليكم كده القصة بدأت انا عايزك تفكر انا قلتلك قبل كده انت لو ركزت مع القانون مع علم القوانين اللي احنا شغالين معي تلاقي الموضوع ابسط من كده بكتير ابسط من خفنة تعالى يلا نشوفي التالتة في اف بتساوي في اي زي ايه تي على فكرة واحنا بنكتبها كاملوخص انا كتبتلك في اف تربيع نص في اي تربيع بتساوي اتنين ايه دي انا هنا متعمد ان يكون كل الحالات قدامنا او بكل الاشكال طيب اه مستر يلا يبقى ارسم بقى كده هتبقى بين في تربيع الفي تربيع و ايه الدي ايه ده ده كده باية اتنين ايه مستر تمام ولو انا مش بادئ من سرعة صفرية يبقى برضو بالفي اف نص في اي على الدي اللي هي برضو اللي هتساوي اتنين ايه ده الميل يبقى انا عندي معلش كده انا عارف اللي هي العلاقات البيانية الخاصة بمعادلات الحركة تاني كده معادلة الحركة الاولى انا برسم العلاقة بين ايه وايه ها بين الفي والتي اذا اه بين الفي والتي وبقى على طول بتساوي العجلة طيب في معادلة الحركة التانية انا برسم العلاقة بين الدي والتي والدي اه بين الدي والتي تربيع والدي والتي تربيع بتساوي نص نص ايه اللي هي نص العجلة طيب وفي معادلة الحركة التالتة برسمها بين ال V تربيع وال D وهنا هتبقى بتساوي 2 A صعب يا شباب لأ حضرتك لو عتحفظ أكتر من القوانين وأقول لك على طريقة أسهل كمان لحفظ القوانين أنا في بداية حلي لأي مسائل بعمل لنفسي ورقة مفاهيم ورقة قوانين ورقة صغيرة بكتب فيها كل القوانين بتاعتي وبعدين أبدأ أتعامل معي أبدأ أحل أفكر في الفكرة القوانين مكتوبة قدامي أبدأ أعرف إزاي أعود من قانون في قانون وإزاي أعمل سمع لقباني هنا أنا لو فيه امتهى الموضوع يبقى سهل جدا 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 وهتعشى الفيزياء جدا طب يلا بقى ندخل على شوية أفكار صغيرة للمسال يهدية كده مني لك بص وليت إحنا هنقول شوية حالات خاصة كده خاصة بالمسال وبعدين طبعا مجموعة الحالات دي لوحدها بجدب ألف مسألة ليه بس لأن حضرتك لو ركزت معاها الأفكار اللي ممكن تكون موجودة داخل أي مسألة وخد بالك المسألة هي موقف في الحياة يعني فكرتها هتتغير من وقت التاني من المسألة التانية لكن فيه أساسيات في الأفكار يعني مثلا إذا تحرك الجسم من السكون معنى كده مني بي آي تسوي صفر سرعته بتدائية طب إذا كنت باستخدم الفرامل وهتوقف يبقى الفي اف هي اللي هتسوي صفر طب إذا تحرك بسرعة ممتظمة معنى كده سرعة ممتظمة يعني عجلة صفرية يبقى الايه هي اللي بتسوي ايه صفر يبقى الحالات الصفرية اللي عندنا ممكن في القانون طبعا بقى إذا كان جسم ساكن يبقى كل الموضوع كله بيسوي صفر يعني هو بتحركش بمكان ولكن تعالى كده معايا يلا بقى حركته بي السكون يبقى معنى كده ان الفي ناشية بتاعتنا بتسوي كام صفر الفي اي هتسوي صفر طيب توقف الجسم توقف الجسم يا مستر توقف الجسم يعني حضرتك تقول لنا ان الفي اف بتسوي هي اللي بتسوي صفر أبرضو عليك طيب تحرك الجسم بسرعة ممتظمة تحرك الجسم بسرعة ممتظمة معنى كده ان حضرتك بتعرفنا ان العجلة بتاعت الجسم هي اللي هتسوي صفر طيب بتيجي كده مع بعض لو طبقنا الكلام ده على المعادلات ايه اللي هيحصل تعالى كده اذا هتحرك الجسم من السكون يعني الفي اي بتسوي صفر معنى كده الفي اف بتسوي الفي ايه في التي خلاص الفي اي بتسوي صفر طيب لو توقف الجسم معنى كده ان الفي اي ان الفي اف هي اللي بتسوي صفر ايه الفي اف هي اللي بتسوي صفر ودي بقى الاتي يما التانية والفي اي يما التانية يعني هتبقى الفي اي بتسوي سالم ايه في التي طب اذا تحرك الجسم بسرعة ايه ممتظمة اذا تحرك الجسم بسرعة ممتظمة هتساوي اه معنى كده ان الفي اف بتسوي الفي اي ومعنى كده ان انا هتعامل معاها على إن البي بتساوي الدي على تي. اللي هي الإزاح الكلية على الزمن الكلية أو من الخط المستقيم بنوط البداية ونوط النهاية اللي هو خط واحد. طيب تعال يا لن. المعدلة للحركة التانية. لو حبيت اطبق الكلام ده عليها. بسيطة يا بس. لو البي لو بدأ من السكون. البي دقيقة بتساوي صفر معنى كده إن دي بتساوي نص اي تي تربيع. طيب. ازا كما الجسم يتوقف. اول معادلة تانية ما بتحتويش اساسا على السرعة نهائية. وبالتالي هتنزلت زي ما هي. يبدي بتساوي البي اي تي زي نص اي تي تربيع. خد بالك. انا مجرد. ما بنفكر حتى في الافكار المعادلة كتبت كم مرة معنا المعرضة. مرة كتبناها في الاول كملخص. وبعدين رجعنا كتبناهم. واحنا آآ بنفكر في العلاقة البيانية. خد بالك انا ما عايزك بعد الحصة. تعمل ايه? وانا اصغيرة. وارجع ليه الحصة من اولها كده. وانقل. القوانين والمعادلات فيها. وبعدين. ابدأ طلع لعلاقات البيانية انت من القوانين. بفهمت ليها. ورجع ثاني معنى في الحصة. وبعدين. ابدأ فكر. الحالات. توقف. بسيطة. يبقى البي اي بتساوي صفر. بدأ من السكون. البي اي اذا كنت. وانت بتبصر الورقة اللي انت كتبها. اللي هي تعتبر محتوى بسيط جدا. او ورقة ما فهم صغيرة. بس احنا فهمنا في الفيزياء شباب ما هي الا مجموعة من القوانين اللي بتتجمع وتقدر تفلع منها كل حاجة. طيب. يلا. لو قلت بقى معادلة الحركة التالتة وحبيت تطبع عليها نفس العلاقة. لو هنا آآ بدأ آآ بدأ من السكون يبقى البي اي اف بتساوي اتنين اي دي. طيب لو توقف. ايه ده يا مستر؟ معنى كده ان البي اي بتساوي سالب اتنين اي دي او البي اي دي بتساوي سالب بي اي. البي اي تتبيع. طيب. اذا لو آآ كانت سرعته منتظمة سرعته منتظمة. البي اف بتساوي اي. معنى كده البي اي دي اي دي اي تتبيع هتساوي سفر. يعني الدلتة بي هتساوي كامل سفر. طيب. بعض الالغاز الصغيرة كده اللي جمعتها لك عشان نبدأ بقى احنا ناخد المسألة ونحل الغازها مع بعض. بص لدي. لما يجي اسألني في المسألة. بعضنا بيتلقى حتى في المطلوب. متى? متى يتوقف الجسم? ايه ده يعني ايه مصر? يعني ايه متى دي? يعني بعد ادي. انا هو بسنع على الزمن. ممكن يكون مديني زمن بداي. وبالتالي انا هجيب الزمن. زمن الحركة هضيف موله. وبالتالي هجيب الزمن الكل. ممكن يكون ما يجيب دينيش زمن بداي بيطلب بس ايه? زمن الحركة. بس رفظة متى معناها? يحسب الزمن. طب لو ايه رأيك بقى? لو قال لي كلمة اين يتوقف? اين يعني كده برضو? انه هو كده بيطلب ازاحة بس رفظة. شايف الموضوع? الموضوع كده يبيب. شباب انا بقى عايز بأكدلك تاني. لا ده انت بعد السلايد دي وقف الفيديو خالص وانقلها لو سمحت خليها عندك. لا اسمع الفيديو مرة واتنين. وخليه وبعد اذنك. انقلهم. انقلهم خالص خليهم معك. وبعدين. اوه تحل. وابعتني. وان شاء الله. ان شاء الله انتظر مني. كده الاسبوع اللي جاي. هنزل لك كمان مع الحصة. ورابط للمجنوع من الاسئلة. ورابط للمجنوع من الامتحانات لحضرتك. ده اللي هي من منصتنا يا شباب. طيب لو قال لي كده وهو في وصل للسؤال بيقول لي. استخدم فرامل. قذفة الى اعلى. تم تبطيته. احتكاك. كل هي عوامل تؤدي الى نقص سرعة الجسم. بحيث ان العجلة. سواء اعتبرتها مجابة. او اعتبرتها سريبة. القوة. قوة الاحتكاك وقوة الفرامل. اللي. سواء اعتبرتها مجابة او اعتبرتها سريبة. كل الحالات دي تؤدي الى ان احنا يكون عندنا الجسم. بيتحرك بسرعة او بسرعة. سواء انا اعتبرت السرعة مجابة يبقى العجلة في الحالة دي سالب. لو اعتبرت السرعة سالبة يبقى العجلة مجاب. يعني في كل الحالات تعمل على تقليل سرعة الجسم. يعني هو لو بيدين السرعة بالمجاب يبقى حضرتك اشتغل العجلة باشارة ايه? سالبا. وده في الغالب في اجل المسائل بدنا اشتغل كده. طيب ايه رأيان? لو لقيت كلمة قزفة الى اعلى سقطة من اعلى حتى توقفة. قزفة الى اعلى. لا سقط حاجة وقزفة حاجة. قزفة الى اعلى. او توقفة. معنى كده ان احنا يسا بنقول. ان البي فايل انا سوصف. عجساء على طول. لو قال لي سقط اه. او تحرك من السكون. ان البي ايه. ايه اللي بتساوي ايه? الصفر. طيب. لو كانت نقطة البلاية نقطة نهاية يا شباب. الازاح هتساوي صفر. طب حضرتك مستر. والمسافة. لا المسافة مجموعة المسافات. اما في بعض المسائل بيلعب معنا شوية كده. خاصة للعلاقات البارية. لا ده استنى ان شاء الله هيعمل حصة كده كمراجعة للعلاقات البارية وتطبيقاتها. بس. شوية كده? عشان منهجنا ما يتخرش علينا. ونلحق. نحل على كتير. طب ايه رأيك بقى? لو قال لي نقطة البلاية نقطة نهاية معنا كده الازاح صفر. طب لو كانت الازاحتين في نفس الاتجاه. في نجمع. ولو عكس الاتجاه. نطرح. ولو تحرك يا جسم الامام سمعنا للخلف. الازاحة بتساوي الفرق. ده شغل المتجهات. مستر هو احنا رجعنا للمتجهات تاني? لأ ما احنا قلنا ان المتجهات اساسا كانت اساسيات. عشان ده اشتغل بها على الحركة وعلى الصرعة وعلى كل اللي جاي. طب يلا. لو قال لي امام المسافة اللي هي الامام والخلف هي اللي طبعا اللي يبقى كده. احنا قلنا ان الازاحة هي مجموع الازاحات كلا باشارته ولكن المسافة ما فيهاش اشارة لانها كمية قياسية والكميات القياسية دائما مجابة. تعال بقى. جبنا الافكار معلش ارجع لك الاشكال تاني تاني. حاضر. الغاز المسال بقى رئيسي. متى? يبقى. بسنانة عن زمن. اين? عن ازاحة. طرامل قوزفة احتكاك تبطيها. يبقى العجلة في عكس اتجاه السرعة يعني لو تعاملنا مع السرعة انها مجب يبقى العجلة تبقى سالم. اه تحرك من السكون يبقى او سقط سقطا حرا او سقط من اعلى. في كل الحالات دي فتعامل مع العجلة عن انها في نفس اتجاه الحركة. وبالتالي هتبقى مجب. طبع هنا لو قال لي عادة الى نقطة البداية يبقى لازاحة صفرة اما لو قال لي اه اما لو قال ان الازاحة او المسافة كميات او الازاحة او المسافة طبعا هتعامل معهمة انهم مجبتة جد. طيب اه تعالى كده نبدأ اول مسألة مبسطة لنا كده. جسم يتحرك طبعا هنا يا شباب هنطبق معدات الحركة مع بعض. وعلى فكرة معانا السهل ومعانا الصعب. انا عايزك تبدأ الاول سيمبل شوية بعدين اصعب اصعب. اصعب. لو ما تقلقش. مفيش مسألة صعبة. انا عايز بس تاني. زي ما قلت لك. ودلوقتي حتى وارجع. لا مش عايزك انا عايزك معي في اللا في اللايف عشان سبب بسيط. ان اولادنا المحترمين احيان كتير جدا يبقى سؤالهم. انا يا شباب انا بفتح بعد الحصة لفترة طويلة. انتظر للاسئلة. عشان حضرتك لو وقفت الحصة في اي لحظة. لو وقفت الحصة في اي وقت تقدر معايا. ان انا ارد على اسئلتك. وحتى بعد كده ان شاء الله على الخاص في منصتنا. منصة البس المباشر. على موقع اليوتيوب خاصة وزارة تربية والتعليم المصرية. ان شاء الله هندخل برضو. ولو لحضرتك اسئلة حضرتك بعد اذنك. حطها في الاستفسارات او التعليقات على الفيديو. وان شاء الله اسئلتك موجودة هيجاب عنها بالكامل. ولو سؤال حلو سؤال جميل كده يريد تصوره لنا وتبعته لنا. واحنا ان شاء الله ان شاء الله هتلاقيني معاك مجاوبك فيه. ولو جميل كمان هيتحط على الحصة ويتتشرح وباسم حضرتك كده. طيب. ايه دا المسألة الاولى يا شباب؟ انا سبتك طبعا في حد من ولادي طلع النتيجة. قال لي حضرتك ما هو في عندي الانشيال. عندي وعندي 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 وعندي. مستعدة يا حضرتك كده بتسألنا سؤال سنابي. حميل ما احنا قلنا. احنا بس عايزين نتضرب كله او كده عشان نكتم معادلة الحركة مع بعض. انت عايزة بس انا عايز الايه. وبتصدق بقى انا محبش حتى الشكل العادي. دا انا محب اقولي اني الايه على ايه على التي. لأ هو كده حضرتك ايه يعني انت كنت تلنا المعادلة صغيرة ولكن احنا ممكن نحلها بقرون العجل العادي. طب المعادلة الاولى هي نفسها قرون العجل. يبقى هنا عوض. يلا في اف بتساوي في اي زائل اي تي. وبالتالي هيطلع لي اني الايه بتساوي اثنين متر على السجن. احنا في الاحزب عندك. طيب. ايه ده? حضرتك ارجعت لنا السؤال تاني. لأ انا مرجعش احنا بنا نشوف الاقتراض. نعلن ايه? اعود روحك بقى ان شاء الله مع بعض على كده. السؤال ايه اختر? هو السؤال نابي بقى موجود. هنقرأ مع بعض. هنحلوك خطوات. شوفت بقى. ادي ميزة المنصة يا شباب. لا احنا معك في كل كلمة. خطوة بخطوة وكلمة بكلمة وهمسة بهمسة ومعك في اسئلتك كبير. طيب. جبنا الايه? نرجع للسؤال. الاختيار بتاعنا? لا ده جميل. شايف السؤال? ها. ايه بتاعي تقاطينا كم? وطبعا كده عجلة موجبة. هي عجلة والسرعة موجبة. اذا العجلة في نفس السرعة. طب تعال ايه ده? ده نفس السؤالة مستر. انا عايز بقى حاجة تانية. ده في مطلوب تاني. مطلوب الازاحة. بتاعي تجيب الازاحة. ازاحة ايه ده مستر. على فاكرة انا لو بحط السؤال ده. بصراحة هطلب الازاحة انا طبعا. اللي هي دي بتساوي في اي تي زي نص اي تي تربيع. او الف تربيع بتساوي في اي تربيع زي اتنين اي دي. يعني انا لو طالب الازاحة انا طول غزبة عنك معلش ما تزعلش واحنا اصحاب كده. هتجيب العجلة. عرفت بقى. غالبا امتحاناتنا هتبقى كده. انه هو هيطلب مني حاجة ويخليني اجيبها بدالة. بص هنا. احنا كنا من شوية لسه بطلعين بتساوي عشرة. والتي بتساوي عشرة ثانية. والايه لسه جايبينها في جزء اللي فات ما انا قمت لك هنا نصبع عنها نجيب العجلة. فانا كنا جبناها كمطلوب ولكن غالبا في الامتحانات يا شباب ما بتطلبش هو بيسيبك تحاول. تفكر انا ايه اللي ضائص عشان اجيب الدي او الاساحة. و البي اف ما بدي هلنا هيدا بالتلاتين. الدي بتساوي ايه بقى? الدي بتساوي مستر زيد نص ات تربيع. ده طريقة. وممكن تربيع بتساوي تربيع زيد اتنين ادي. يعني بمعلومية الزمن والعجلة هجيبي والصراع الابتدائية او بمعلومية الاساحة والعجلة والصراع الابتدائية في في الحالتين معلومات الصراعية والصراعية التدائية والعجلة في الحالتين هنقدر نجيب انا عاوضت طبعا عن القانون المباشر ادي بتساول في اي تي زي النص اي تي تربيع يال صرار كام امتين متر نتأكل بس المسطر والمسالة تطلع كده مصولة الامتحان دايما بيكون تدري ولكن اكيد طبعا في مستوى اعلى من كده واعلى من كتير اخبرتلك ان شاء الله انتظر اسئلتك فالتعالة بقى نعلى شوي او مش سؤال بقى تعود مباشر في قوانين في الشكل المقابل يمثل حنا السرعة والزرعة عايز الازاحة التي يقطع على الجسم خلال الفترات الزمانية التالية من صفر الى خمسة ثانية من الثانية صفر الى الثانية خمسة ايه ده الشكل ده احنا كنا تعاملنا معاه يوم الخميس اللي فات احنا بنتكلم على طبقات على قوانين الحركة بس كنت طلبت منك في الشكل ده لعجل هنا بقى انا عايز الازاحة واحدة يقول لي بسيطة مستر انا عندي بتيجي نشوف كده نطلع مطيطه كده يمكن انا عرفهاش انا كده حددت الجزء الاول اللي هو اللي طلبه من الصفر الى الخمسة يلا تاني هنسب الأول يا شباب عشان نفصل الجزء المطلوب عن الباقي رسمنا خط كده يوضح هلنا يلا طلع لي البي اي بتساوي كام صفر والبي اف تلاتين والتي بتساوي كام خمسة واحدة هيقول لي بس انت عايز دي اللي هي البي اي تي زائد لص اي تي تربيع او في اف تربيع بتساوي البي اي تربيع زائد اتنين اي دي في الحالتينة مصر انا عايز الاي يعني شفت في المسألة اللي فات قلت لك انا ممكن اطلب الدي وما اطلبش الاي بس قلت حاضرتك هتجيب او هتجيب العاجلة الاول وبعدين بتروح تجيب منها الازاح بس اي رأيك بقى انا بعشة الاشكال البيانية بحبها جدا عارف لي لان الشكل البياني مش متعب الشكل البياني دايما يا ولاد بتكون سؤاله السؤال من الاسئلة اللي هي انت كان تكون مباشرة انا عندي علاقة بيانية يا اخوانا واحنا عندنا معدلة الحالكة التالية اللي هي الخاصة بالازاحة بتقولي ان الازاحة هي دائما تساوي رقميا المساحة تحت المنحنة ايه مش فاهم الحتة دي يعني ايه رأيك بقى ان انا كان ممكن اطلب الازاحة الكلية ازاي لان الازاحة الكلية هتجيب لي المساحة دي كلها وهتساويها وتقول هي دي بتساوي مقاميا الازاحة بالمتر اذا هنا يلد القاعدة او القانون المعادلة التانية بيانيا بتقول ان ازاحة الحركة تساوي المساحة تحتها اي منحنة اه السرعة ويه الزمن طب حضرتك ده ممكن اوه كده هنا ده مستطيل المستطيل نص القاعدة في الارتفاع نص بي اف نص بي اي مضروبة في تي البي اف تلاتين والبي اي صفر والتي عندك كام خمسة ثانية يبقى طرعة الازاحة الاولية خلسة وسبعين متر كان ممكن يمشيها على خطوطين نجيب العجلة وبعدين نجيب الازاحة وبعدين وهنا كان ممت وكان على فكرة وكان ممكن ان يمشيها بالعلاقة دي على تي بتساوي البي اف زائد بي اي على اثنين كابت برضو تيجي بخطة واحدة في ميزة هنا انك تعرف ان الفيزيكلات كل طرقها صح يعني لو خطرت على بالك فكرة لحل اي سؤال في الامتحاد حال ما يهمكش طب يلا كده نتأكد بس خمسة وسبب يلا ايه ده يبقى يكون نفس الشكل تاني يبقى بس العلاقة بين السرعة ده نفس الشكل جميعا بس هنا بقى طالب الازاحة امتى ايه ما احنا عايزين نتضرب كتير الازاحة خلال الفترة من خمسة الى عشرة على فكرة دي السرعة المنتظمة انا كنت ممكن اقول الدي في تي على طول بس انت بشغل بالك طب ما هي هي الدي اللي هي كم البي اللي هي كم اه اه اسف اللي هي البي في تي على طول البي اللي هي كان تلاتين متر على السريعة مستر وقلتي اللي هي كم اللي هي عشرة ونواص خمسة اللي هي هتبقى خمسة سانية هو انت وش واخدين بالك وانت ان هي نفسها اننا لو خدت ده بنفس الفكر بتاعنا اللي هي فكرة الازاحة تاعة المنحنة هيكون مستطيع ايه ده ايه ده خمسة للعشرة اوه اللي هو الطول في العرض اللي هو التلاتين في الخمسة طب ما هي هي يعني حضرتك هنا لو سرعة منتظمة اخدها بأني قانون عايز تتعامل مع مساحتك المنحنة براحتك عايز تتعامل مع الازاحة على عايز تتعامل معها بالخطوات وقانون اليضية براحتك وعلى فكرة ما هو ده قانون طب تعال يلا نشوف واحدة كمان ها او نتاكل بس الاول من الجان طبعا كم انا هنا الشباب مساحة المستطيل اللي هي الطول في العرض تلاتين في خمسة اللي هي مئة وخمسين متر طب نشوف كده لا ما احنا بقى بشارعنا على اسم واحدة او على فكرة واحدة انا بيحتاج ما اننا اخد معاك اغلب الافكار النهاردة للتدريب وبعد كده ان شاء الله هيكون عندنا مسائل وتطبيقات و يعني ان شاء الله الاسبوع اللي جاينا في الصحوط الحر اسبوع اللي بعد وإذن الله ندرس المغزوفات مع بعض وبعد كده ان شاء الله فضي اسبوع نعمل بقى ماكس بين اسئلة بين كل التطبيقات الخاصة بين معادلات الحرب طب هنا بصلي كده جسم ماد يتحرك حسب العلاقة دي بتسوي ثلاثة تي تربية زائد اثنين تي هو هنا بقى طلع من العلاقة البعينية حطر لي علاقة رياضية ايه ده مستر هنا عدينا مشكلة مستر ايه المشكلة مستر انا لما بشوف العلاقة دي بتخذ بص اولاد اولا اذا كانت المعادلة فيها جسور او جزور اتخلص منها تين تين تيني اذا جايلي اذا كان جايلي بدل بقى ما يجبها في صيرة بيانية او صيرة رياضية عادية جاب لي معادلة رياضية اولاد المعادلة بيبقى فيها ايدين مش ايد واحدة والايدين بيشوروا بصابعهم كلها على المعادلة اللي هم هيوا مسلوها ازاي حضرتك يا مستر في الكلام ده هقول لك يا حبيبي باختصار خالص انتهي اذا قلتلك تتخلص الاول من اي كسور او اي جزور هتلاقي الشكل عندي هتلاقي رمزين مش هيوجده بالشكل ده غير في احدى المعادلات التلاتة يعني انا لو بصت كده اللي دي بتساوي التلاتة في تربيع زاد اتنين تي لو بصت للمعادلات هلاقيها بتوشابه لما عادلة الهين المعادلة التانية يا مصر اللي هي دي بتساوي زاد نص اي تي تربيع طب يلا كده هنا كتبنا المعادلة التانية وروح كاتب المعادلة بتاعتها خلاص اخترت المعادلة المنازمة اروح كاتبها تحتها دي بتساوي اتنين تي زي انت كل حاجة ما تشو تساوي له فيها في اي تي هي نفسها اتنين تي يبقى في اي بتساوي اتنين نص اي تي تربيع هي نفسها تلاتة تي يبقى ربو عليك يبقى النص ايه تلاتة يبقى ايه بتساوي كام ستة متر على السنية تربيع دينا لو هو طالب العجلة بس يعرفنا طب ناخد مسألة كمان يلا لا لسه لسه شوية بس كمان سيارة تحرك بسرعة ابتدائية ثمانية متر على السنية على خط مستقيم بعجلة منتظمة ويقضع ستمائة واربعين متر في أربعين سنية هالسرعة النهية عايز ولا دي كده واحد هيقول استنى مستر تتحرك بسرعة ابتدائية تمانية وبيديني الزمن وبيديني ازاحة تربيع بتساوي تربيع زي اتنين ايه دي يا مستر ايه دي معدد تالتة مستر فبتعلك هنا مش ممكن ألاقيها ألاقيها بأي ثانية والله أقول لك على حاجة بالسولة خالص أنا ممكن أقول دي على تي أنا عندي دي عندي ازاحة وعندي الزمن بتساوي زي ايه على اتنين اللي هي من المعادلة الرئيسية للحركة طب يلا كنا نعوض مع بعض بتساوي كم تمانين و دي ودي تي عايز نعوض بأني بأني شكل ماشي دي على تي بتساوي زي ايه على اتنين ما هو أنا عارف ان حضرتك هتقول لي كان ممكن اقول تربيع بتساوي او تربيع ناص تربيع بتساوي اتنين ايه ولكن هنا رد صح صح ولي المعلومة الصغيرة دي أنا هنا عايزك اي قانون يخطر على بالك طالما يمكن الحل بي امشي في طريقة حلك وما يمش ليه لان احنا زي الرياضيات بالظبط احنا عندنا في الطريقة الواحدة ميت حل يبقى انت تأكد لي بس من حل لك يلا يا ولاد عوضنا وبالتالي طرعة ال VF 24 متر على السرير طيب ما تيقوا كده نشوف تاني ناخد مسألة كمان لا لسه السبب لسه حتى معنا في شكل مقابل تتحرك سيارة من القلق ده ما هو فيه عندنا سرعة متجهة كمان يا جماعة ما تنساش ان السرعة كمية قد تكون متجهة وقد تكون ايه قياسية مصدر طب ايه رأيك يلا نجرب كده نشوف الشكل ده العربية العربية اللي قدامنا دي بتتحرك كم اللي هتحرك من ألف لبين مسافة واحد ونصف كيلو وبعدين من بيلي جيم مسافة تمانية كيلو آآ تمانية من عشرة كيلو وبين جيم لده المسافة كم خمستاشر كيلو متر طب ما تعوض يلا السرعة القياسية هو عن السرعة القياسية متجهة القياسية هي ناتق قسمة المسافة الكلية على الزمان الكل اللي فيني المسافة يا ولاد واحد ونص ثمانية من عشرة واحد ونص يبقى كلهم تلاتة من عشرة حلو يبقى المسافة كلية تلاتة وتمانية من عشرة وبعدين ده المسافة الكلية فين الزمان بقى ايه det بسيطة نص الدي بتسوي كم آآ بس هو مديه الزمان ميتين يبقى طبعا انا عشان ميتين ثانية انا حولت الزياحة الى الوحدة بالمت ضغطها فيه عشرة سكام عشرة ستلاتة. بعد كده عوض يلا يا رجل يا محترم. لان انت عندك التيلة يا ميتين يا شاب. وبالتالي خلص. جبنا السرعة القياسية. طيب. ممكن تطلب المتوسطة. ولكن اذا طلبت السرعة المتجهة. يلا. ايه ده? المسافة ولا الازاحة بقى? لا. الازاحة التي يقطعها الجسم في الثانية. يبقى ديه المتجهة. هنا شكل رباعي. اي وار. قواعد الازاحة حاضر. قواعد الازاحة ما تقلقش. القواعد. واحنا بنرجع كمان المتجهات ان شاء الله. يعني خلال اسبوع واسبوعين ان شاء الله تبصت لي. عامنين حسن راجعة جيدة جدا. ونحط لك فيها بقى. ايه يا الازاحة وايه المسافة وايه? وازاي نفرق بينهم تاني. ده هتذكرها لانا عارف ان حضرتك عارق. ان الشكل الرباعي. ان كل ضرعين متقابلين متساويين ومتوازيين. اذا. شيل حضرتك بقى. المسافة الف الف دال. هي نفسها المسافة بيجيم. يبقى باختصار الف دال. اللي هي الازاحة بتسوي تمانية من عشرة كيلو متر. وبالتاني هتحلها عادي بقى. عندك دي. اه ثم مية والتي. يبقى في النهاية خالص. ادرنا نجيب الصرعة القياسية وادرنا نجيب الصرعة المتجهة. طب يلا. نجي اخد مساء كمان. تسير العربة تمانية العائب بصرعة عشرة متر على السانية وبعد خمس ثواني من المسيرة على الطريق ان حضرت حتى ايه ده. يعني العربية كانت صرعتها الابتدائية عشرة والنهائية خمسة وعشرين خلال. خمس ثواني. تقدر تطلع ناسي. تطبط يلا. البي اي كام عشرة. البي اف. طبعا تي عنينا خمسة والبي اف كام خمسة وعشرين. ايه عاجلة. ناص بي اي على التي. يعني معنى كده. اني مش محتاجة بقى ايه. اللي يقتل على بدك حل. ويبقى العجلة هنا خمسة وعشرين. ناص عشرة على خمسة. اللي هي تاتة متر على السانية تربيع. وهنا دي عجلة مجابة. واحنا وابدين كل السرعات اللي موجودة هنا كانت سرعات مجابة. ازا الحالة دي. اه بتعمل على زيادة السرعة. اما ازا كانت العجلة سليبة والسرعات مجابة فتعمل على النقص. وطبعا هو العكس. هنا عجلة مجابة اه بتعمل على زيادة السرعة انا في نفس ايه اللي تجعل. طيب يلا مثال كمان يا اولاد. الشكل مقابل يوضح التغير في سرعة السيارة. اما سرعة السيارة عند ستة. هنا اولاد. ازا كانت هنا بقى دميزة السرائل. من صف الواحد زيادة كم? من صف الواحد زيادة بيت خمسة مترات سانية مصر. طبع من واحد الاثنين. بيت خمسة مترات سانية. ازا المعدل التغير في السرعة لكل واحد سانية ادي ايه? ايه ده. عطالك توصل من معدل التغير في السرعة لكل واحد سانية اللي هو هيساوي. اللي هو هيساوي الخمسة مترات سانية. وبالتالي هنا. ازا انا انا واحد هنتطرر ان في عائي. ممكن نمشي بالشكل التدريجي. يعني لما اوصل لستة. هقول له اه كانت عند اتنين بيت خمسة. عندتين اربعة. بيت. اه عشرة. ازا عند الستة تبقى خمستاشر. انا بزيدت في خمسات. ولكن كان ممكن نعمل حاجة تانية خالص. انتي هنا. اولا هحصل على العجلة من خلال اي فترة زمنية. قلت بالك اصدقى هو عايز ايه? خلال مسارة السيارة عنده. اخر لحظة? لا. عشان اجيب اللي لازم يكون عندي عجلة. لازم يكون عندي عجلة اللي نتعك معادلات بيحتراؤوا على ايه? ها العجلة. وكده انت اساسا طبعا موجود في عجلة. ايدي بتتجيب العجلة هتقدر تجيب معي باختصار خالص. هتقدر تجيب اللي هو المطلوب اللي هو السرعة النهائية او سرعة سيارة عند السرية سبتة. هنا الايه? ده طبعا انا لو حاليناها رياضيا. انا طبعا انا حالي احداثة منطقيا بمجرد النظر انت صح. وانا صح. فكر في الفيزياء باي وسيلة المهمة تطلع ناتج صح. يبقى شباب للأسف. وقت الحصة بيطير معاكم بسرعة لكن ان شاء الله وعد اليوم الاتنين الجاي. ان شاء الله اه وحنا بناخد فكرة السقط الحر وكيفية حدوثه وعاية سقط الحر وعاية الجاذبية الارضية. هنأكل كمان معها مسائل جديدة. وفكار جديدة للمسائل. وكده. كنتي لحصاتنا النهاردة. اسمحولي اشكركم اسمي دكتور غسية محمد امام. خبير الفيزياء. اشوفكم بخير. سلام.